هل بقى حمز علاء وهو جايلك من تقلق بطولة الأولمبياد مش هيجيله عروض؟ هيجيله عروض؟ حتا نحن سمعنا ان اسمه ارتبط بنادي الزمالك حتا نادي الزمالك بيفكر فيه لا ما اعتقدش هو الولد وما اعتقدش النادي هيسيبه الاهلي ما اعتقدش الولد هيسافر انا عرف ان هو بيفكر في الاحتراف اه يسافر عقليته كمان وتربيته جوالنادي الاهلي اعتقد ان هو عاودي سافر خصوصا كل ده برضه هتحدد في نهاية السيزن لو محمد الشناوي ميشي كل حاجة تتغير انت ممكن حمز علاء ده اللي بيعيد خالص تريه هو رقم واحد تغيرات لقدر اصابات وخلي بالي بعد اتقلق مصطفى شبير ممكن يجيله عاودي احتراف برا فانت تلاقي مصطفى شبير كمان عاودي سافر بس لو الشناوي ميشي اعتقدش مصطفى يكمل وتلاقي حمزة داخل ومعه الزومفولي ومعه مصطفى فانا شايف التدوير اللي بيحصل دلوقتي ده كويس جدا من مستر كولر بيدي فرصه ما بيظلمش هنا حد بيرايح الشناوي يتطمر على الشناوي يجيبه تاني في مصطفى بعد كده مصطفى بيخش نعض حمز علاء متقلق هيرجع تاني يخش مع الناد القلب بعد البطولة نشوف بقى الاحداث في التغيرات خلالها عاودي لكن دلوقتي التدوير كله هيحصل بين الشناوي ومصطفى شبير اللي بعد كده حسب المتغيرات حسب الشناوي مكامل ولا لا حسب حمز علاء مسافر ولا لا حسب مصطفى شبير ممكن لو الشناوي مكامل ولا لا انا ممكن اروح اعار يعني كل ده الناد الاهلي والمسؤولين في الناد الاهلي واللعيب نفسه يقعد يفكر مئة الف مرة ان هو طبعا لان خلي باقي اللعيب اللي بيمشي برا الناد الاهلي بيحتاس بتلاقيه في دنيا تانية خالص بتلاقيه هو متعود على حاجات لان انا جربت مع ان انا رحت الاندية انا شرف اللي انا لعبت فيها سواء المصري او دجلة سموحة داخلية انتاج الفرق دي يعني شرف اللي انا لعبت فيه ولكن الدنيا مختلف خالص عن الناد الاهلي بتتكلمي في التزام بتتكلمي في system بتتكلمي في جمهور بتتكلمي في عقليات بتتكلمي في امكانيات من اللي قاله مختلف تماما فاللعيب عارف كويس او ان لو ميشي الدنيا تقصى بشيبه حتى لو انت تروح تنادي امكانيات كويسة وكل حاجة بس ليش زينا انا الاهلي يعني ممكن تروح النادي في امكانيات قوية جدا مادية وممكن يكونو ناس لابسين بدل وشكلهم حلو وطمام بس العقلية والتفكير والسيستم والحاجات اللي كلها لا الناد اللي قالي مختلفة